السلام عليكم نضيف الملح نضيف الملح الخميرة نضيف الملح وحبيبات عامرة الخميرة الخميرة زيت زيتون وقوم بعليق عجين عجين اللي هي مجموعة فتنضيفوا الماء عبر المراحل باش ما نحصلوش على عجينة اللي مرخوفة ثم نغطي العجينة ونجعلها تختمر للمرة الاولى واحد ساعة من بعد ما تختمر واحد ساعة ويتضاعب الحجم ديالها كنعود نخدمها شوية ونفرغ منها الهواء ونغطي لها نخليها تختمر للمرة التانية واحد ساعتين تقريبا احتل ثلاثة ساعة تقدم اختمرت هذه العجين قد ما تختمرتها فطائر لي هي خفيفة وشيشة وموية من الداخل انا اخذت واحد الفلفلة حمراء وصفراء وخضراء لقطعتهم مربعات صغيرة جدا ثم نضيف لهم شوية ديال الزعتر محكوك شوية ديال الشونية والقليل من زيت الزيتون ونضعهم جانبا حتى نبغي نخدم بهم عاد نضيف لهم الملح لان الملح اللي ضفناها للخضر كتلق المادية لها ويستحسن انها تبقى قابطة المادية لمن الاحسن ما تلقوشها كف الاول سوف نضعها جانبا ونمروا باش نشكلوا العجين بالنسبة للعجينة ديالنا بعد ما اختمرت جيدا واحد المدة وتضعها في الحجم دياله كيف ما كتشوفو كنحصلوا العجينة اللي هي خفيثة ومهوية وهذه نشكلها بعد ما كنفرغ منها الهواء هنغضي ان ناخد القليل من السميدة عفوان رقيقة هنستعن بها باش نشكل العجين وغادي نغطي عليها نخليها ترتاح واحد الخمسة ديال دقيق في الوقت اللي كننا اخد المون الخاص بالكابكيك وكندهنو بالزيت كاملة فادهنتها كاملة بالزيت كندهنوها من الوسط ومن الجوانب جيدا بالزيت وغادي نوضعها جانبا بالنسبة للعجينة بعد مرتاحة فغادي ننبسطها نستعن بسميدة رقيقة وانا نبسطها بالمدلك حتى نحطوه العجينة رقيقة فقدما رققناهم قدما زيان لان هاد الفطائر كي غلادوا شوية يتنفخوا مع الطيب فقدما أبسطناهم ورققناهم كنحطوه لفطائر لي احسن وغادي نستمر مرة مرة نقلب العجينة تكون متسقة في سطح العمل احنا كنوضع المول كننقيس القياس وش يعني وش نزيد نبسطه لما زال صافي باركة احنا حصلت على عجين اللي اكثر من قياس ديال المول هنا غادي نجيبوا حص جرار ديال البيتزا وغادي نقطع مربعات في القياس اللي غادي ندخل ليه في هادوك الدوائر ديال المول سعى الكابكيك تقريبا نقطع مربعات فيهم تقريبا واحد سبعات على سبعات قريبا احنا هنا غادي نقطع 12 قطعة لحسب المول اللي عندي ونزور الجوانب فكن ناخد كل قطعة وكن يعني كنبسطها شوية وكنوضعها في الإطار غادي تشوفوا معي الطريقة على هات الشكل كنزيد نبسط العجين على هات الشكل كنرققها وكنوضعها في المول على شكل وريضة في الوقت اللي انا يا كان نوجد هاد الفطائر فالفرن شعلته على درجة حرارة 122 من فوق ومن تحت وبتنسبة للناس اللي عندهم ديك الفونكسون ديالبيتزا يشعلو الفونكسون بيتزا فكننبسط العجينة وكنوضعها في الإطار حتى كنحصل على هات الشكل هادا كنقدهم هكا من الجوانب ثوب ما غادي نجيب عندي صوص ديالبيتزا اللي اسبق لي وحضرته معاكم واللي غا نخلي لكم الرابط دياله اسفل هات الفيديو في صندوق الواصل بغيتو تصوبوا سلصة ديالبيتزا اللي كتجي روعة روعة كتجي زوينة بززاف كما كتشوفو كيجي معجون اللي هو تقيل ازوين هنا الفلفلا في اخر لحظة كنوضع لها القليل من الملح حتى كنبغي ننزلها ثم تنقض هات السلصة اللي كتشوفوها معايا كنوضعها في في كل فطيرة كنوضع كمية واحد ملعقة صغيرة في كل فطيرة فهات السلصة هاديرا كتعطيها ماداق رائع لها الفطائر لانني كن كنحضرها بززع طار وباعشاب لكتعطيها واحد الماداق اكثر من رائع فما عليكم الا تزورو لتشوفو الفيديو هناك نضيف قطعة من الطون او التونة وتقدرو يعني تنسمو باش مبغيتو كي يبقى لكم الاختيار انا هنا عندي الطون خدمت به كنوضع قطعها في كل فطيرة تشوف ما غدي نجيب الجبن كنوضع كمية من الجبن فهذا الفطائر اللي جربتهم انا متأكدة انهم غدي يعجبوكم بزاف وغدي يعجبودي ذاتكم كي يجيوا روعة وشي حاجة جديدة هكا اللي كنقدروها كنحضروها كنوضع كمية من الجبن ثم غدي ناخد الفلفلة كنوضع الفلفلة فوق الجبن وبعد ما كنوضع الفلفلة فانا غدي ندخلهم الفرن كي يطيبو فالوقت اللي تيقربوا صافي غدي نقرب نخرجهم من الفرن كنضيف ليهم كمية من الجبن في الفوق ديالهم كنزينهم كمية من الجبن فبالنسبة للجبن عندي هنا جبن الموزاريلا صافي ندخلهم يطيبو ونعود نضيف ليهم كمية من الجبن ندخلو حتى يدوب ونخرجهم تشوفوا معايا الشكل نهائي فطائر ديالنا كي يجيوا على هذا الشكل هذا كيف ما كنتشوفوا معايا كي يجيوا خفاف وكي يجيوا والداد بزاف يعني كي يجيوا فيهم واحد الماداق كي يجيوا على شكل كاب كيك كي يجيوا زوينين بزاف نتمنى الفكرات اليوم نتمنى تنال إعجابكم كيف ما كنتشوفوا سوف نفتح لكم واحدة من الوسط فكي يجيوا على هذا الشكل وكانت هذه الفكرات اليوم نتمنى تنال إعجابكم بطبيعة الحال الى عجباتكم ما تساونيش من اللايك ولكن تجدد على القناة فما تنسوا اشتركوا معايا في القناة فعلوا الجرس باش تواصلوا بكل جديد وما بقلي الى نقول لكم السلام عليكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة